هلا الكتة في الخروف أول إشي بحطيت عليه خل وزيت زتون اللي هي التتبيلة خل وزيت زتون ولبن وبودرة التوم وبودرة البصل والبهارات السبعة فلفل أسود والهيل وإذا بتحبوا كمان شوي تقرفة وسمنة وزيت وبعدين حركتهم كلياتهم ونقعت اللحمة لمدة ليلة طبعاً بيكون أفضل لأنه اللحمة مع الخل بتطرأ أكتر بعدين ثاني يوم حطيتها بالفرن بحطها ثلاث ساعات أول ساعة بخليها على درجة حرارة 200 بعدين بخففها لدرجة 170-180 عشان تستوي على راحتها وبحط معاها كاسة ماء حتى ما تنشف آخر ربع ساعة بقيم عليها السلفر وبخليها تنشوها بالنسبة للرز المبهر الرز طبعاً مننقعه بعدين بنصفيه وقليته بسمنة وشوية زيت لحد ما شوي بحسه إنه نشف بحط عليه شوية ملح وبحط مرأ دجاج حسب الرغبة أو مرأ لحم إذا عندكم بس يتفلفل بحكون أنا مجهزة اللحمة المفرومة بقلبها بسمنة بس تستوي وتنشف ميتها بضيف عليها الابهرات اللي هي الابهرات السبعة فلفل أسود هيل ارفة وبس وبحركهم وبعدين بخلطهم مع الرز السادة الرز السادة برجع بحط عليه نفس الابهرات اللي حطيتها على اللحمة وبخلطهم مع بعض وبضيف للرز كمان بشرة جوزة الطيب وبحط كمان معلقة سمنة بتعطيها نكهة إضافية بنخلط اللحمة مع الرز وبنحطها بصحن التقديم وبنحط فوقيها اللحمة المشوية لنعمل كتف الخروف المشوي نحنا بحاجة لكتف خروف مسحب معلقة كبيرة رب البندورة بدنا معلقة صغيرة بودرة البصل معلقة صغيرة بودرة التوم معلقة صغيرة زنجبيل ومعلقة صغيرة بهرات سبعة ومعلقة صغيرة بابريكا مدخنة نصف معلقة صغيرة هيل ونصف معلقة صغيرة إرفة نصف معلقة صغيرة فلفل أسود نصف كوب لبن ربع كوب خل وربع كوب زيت الزيتون للرز المبهر نحن بحاجة لثلاث أكواب من الرز ولحمة مفرومة ناعم نص معلها أصغيرة بهارات سبعة ونص معلها أصغيرة فلفل أسود ونص معلها أصغيرة هيل ونص معلها أصغيرة إرفة رشة جوزت الطيب وسمنة زيت الدرة يعني يا سمنة وزيت الدرة سمنة وزيت الدرة بالضبط الآن نجهز التطبيل من وصائل الرسول صلى الله عليه وسلم الخل الخل الخير الإدام هو الخل يعني عليك يا غادا فبدنا نتبلها بالخل وبرضه زيت الزيتون كل منه ودهنوا به ودهنوا به يا سلام عليك يعني رائعة غادا اشبقوا شهادتنا فيك دائما مشروحة بس كل يوم تثبتين لنا أدي أنت حدا بحب شغله وقدهن مهتمة بتفاصيل الحلوة اللي عمشتنا عنها اليوم الله يحليكي وبرضه بنحط اللبن أوكي هم 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 ها ها تير حلو هلا بنحط عليه البهارات هم 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 تمام هلا بنحط هلأ بنحط هلأ بدي أحط فلفل أسود هلأ بدي أحط فلفل أسود وهلأ كمان بودرة بصل وبودرة التومة والبودرة التومة والبابريكا المدخنة وهيل والبهارات السبعة ومعلقة من رب البندرة هم 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 هلأ رح أديره على اللحمة على الكتف المسحب هل أحط هل أحطت أنها مدخنة هلأ من حيث أنها مدخنة ستكون لدينا جاهزة أتاري التطبيق للصحة وعند تركها تعطي تأثير ومفعول ونتيجة أحسن يطلع الطعام غادة يعني أنا هيك فكرت بس طوية هلا هيك بحط معاها كاسة ماي وبغلفها بورق سيلفر وبحطها بالفرن يعني أول ثلاث ساعات أول ساعة درجة حرارة 200 عالي بعدين بغطيها إلى 160-170 لحتى تتنهنى على نار هادي دم عدل يا جماعة ما في كنام هلا أنا أجيب من الفرن الجاهزة آه كمان ما شاء الله حلو هلا الجاهزة موجودة معانا هذا طبعا إما خلي الدهن عليها بتنزل دهنها طبعا وبطلع الطعام أطيب الريحة يا غادة الريحة يا غادة هلا هاي خليها شوي هلا عجنب عشان أحضر وطبعا هي زغرة لأنه الدهن كله نزل كله نزل يعني الحجم يشايفينه آه طبعا بس هي مليانة دهني ودهني بس ورح تخلي طعم اللحم غير شكل غير شكل غير شكل يعني تمام هلا أنا عندي اللحمة مقلبتها اللي بدي أبهر فيها الرز حلو جاهزة بس هلا بدي أسخنها وأرجع أحط عليها البهارات أنا ما حطيت عليها البهارات لأنني بحب أحطه بس تستوي أوكي خلق آه بس تستوي بتحطي بهاراتها؟ هاي أول مرة أنا أسمعها أنا عاد بركض قبل ما تبلش تستوي أحطي بهارات لا 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 بتضلها طعمت البهارات فيها أكتر آه أوكي طب ولا اشي بتحطي بس تقليها بس تقليها هاي بس شوية تسامنية مرات بخاف بقولوا لي قالب تزنخ مائلود مائلود ها خلاص معناتم نأخذ مائلود هاي خليها هاي بدي إيش أساوي بدي أفلفل الرز مش أفلفله أنا فلفلي تجاهز عشان نكسب وقت برضو الرز ما بفلفله ما ببهره غير بعد ما يستوي آه أوكي هاي هون عندي مفلفل أوكي هلأ بدي أبهره هلأ بدي أبهره بس برضو هاي يعني ما بسمعها كتير هذه القصة يعني أنا تعلمت طريقة ماما بس عن جد بتفرق تطلع صح بتحسي طعمة الرز غير شكل حلو حلو هلأ بدي أحط الرز هون بدي أساعدك أقلبلك اللحمة تعرفي أجواء هاي الأيام المباركة فيها هيك طاقة إيجابية حلوة مضبوط تحسي حالك مبسوطة الصبح بتلاقي كل شي هيك الصلاة على النبي وين ما بتروحي بتفتحي حتى الإنستجرام وسائل التواصل كله مضبوط نحن أول ما نصحب من شيك عليها تلاقي دايما فيه كلام حلو فيه الصلاة على النبي فيه هيك بذكروك بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام أصص حلوة كنا نسمعها دايما وإحنا صغار وإحنا كبار فهاي الأيام الحلوة يا رب هيك دايما أيامنا تكون بركة وخير هلأ بدي أبهر الرز تمام فلفل أسود وبهرات السبعة والله يا غدا أنا اليوم أتعلم منك أشياء جديدة قاعدة الواحد قد ما تعلم بيضله يعني بعيش ويتعلم طبعاً وبحط هيل صح لا لا أبداً وبحط بردو برشة من جوزة الطيب أوكي وبحب بردو تكون دايماً فرش مهم ما يبين المبرشة الصغيرة مهم بحط لها معلقة من السمنة آه كمان مهم أنت ترجع تسخني الروز لا خلاص آه أود أن تصيلك النار قليلاً؟ لا خلاص ممتاز شاهد رائعاً. حتى اللون لا يكون غامق كثيراً مثل عندما تبهره والفلفل. طبعاً. يجب أن يكون فيه فاتح لونه. يجب أن يكون جاهزاً على السكب. سأضع البهارات. ما تضع البهارات؟ نضع البهارات السبعة. نضع الهيل. الهيل يعطي طعام كثيراً. وفلفل الأسود. ومعلقة سمنة. يا سلام عليك. بس هذه. هاي سمنتي ايش رحطتيها؟ سمنة حيوانية. حيوانية. يعني بحثها. بس رحيتها قريبة للبلدي. ايه. ديش اقولكم. زاكي. هاي. هذا كلها زاكي. خلاص اطفية. هلا. هاي. وحظة أطفية. هلا بالنينسكوب. يا جميل حيواني. رحيتها يا زاكي يا جماعة. هل تتعرفيني؟ رحيتها بتحبоловتي. هاي هذه. هاي هذه؟ نفس الشيء. اه انا هاي كلها. يا جماعة بعدين يا غادة. أدوء. يستعملي هايك. لا يوجد هذا الموضوع. لا يوجد هذا الموضوع. يوجد أن تركزوني مع الرزة الزاكة. ارى عالنا. أغمى عليهم الجماعة فوق إيجار. طبعاً الرز فلفلته كثير سهلة. يعني كل ما يعرف فيه فلفل. أنا بس يعني فيه نقطة بحبها. إني بخلي السمن تقدح. وبسقط الرز بتشتش منيحة. بعطي نكهة غير. سننا نشمي الريحة أول. ما شاء الله ريحة الرز خرافية. الآن بدأ أدوء الرز. بسم الله. الله صدقتي. يعني؟ صحتين. من أسكر الرز اللي باكله. صحتين. يعني رز ماما كثير زاكي. من أسكر الرز. صحتين. اللي باكله هو رز غادا يا جماعة. جربوا الطريقة فعلاً. فعلاً فعلاً زاكي كثير. تفرق. يا الله سزاكي. صحتين صحتين. سلم إديك يا رب. تعرف فيه؟ تفكرني بحشوات الخروف المحشي. أعرفتها عندما أرى الخروف، تجد الرز دائب. أيها. ولكن فلفل. واللحم طعمها كثير. دائبة. بدأت. بدأت. بدأت على وجه. آه. لا بدأة. لا بدأة. دائبة. فكروا هذا السوس بشهي. آه. هلأ بحط جبها. بس. بس. أسمعت فتفة اللحمة يا رامي شايف. أيها. يا الله شو زاكي. هلأ بنزينها شوية. بقدونت. اللهم صلي على سيدنا محمد. صحيح. يعني شو أحلى المنظر؟ صحيح. نسقيها. نسقيها. نحط لكم السوس. نحضروا ليه. لكي يظل منظر الرز حلو. بقولك. خلاص. قال بسألك عبدالله. ما بدك تستعمل الشوربة بأشي. عينه على الشوربة. لا. نأكله فيها. نحضر لكم ياهب. نحطها بطبيئة صغيرة. آه. طبعا. ما تخافوا. غادة كل شيء له محل. ما رح ينكم بأشي. اشتركوا في القناة.